اشتركوا في القناة 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 الله له طبعا ي Gorage وفي اجابة من غير سؤال يا سلام لا استنى انا مش فاهم اوه ايه هيوقع دي نقطة ارشيف جاية من انو كاتكو دي نقطة لا لا ماش نقطة انت هتسمع حاجات كتير ثانة اوي طيب ما تقول قول لا ما أنا لازم الأول تقول لي أنت عارف معنى اسمك إيه؟ لا أنا مش عارف ما تقول لي أنت معنى اسمي إيه؟ آآ أنا اسمي عمر قل لي المعنى هو كان فيه كتاب هنا أنا كنت دعيه آآ هتلاقيه في الرف التاني على اليمين آآ كتاب آآ آآ واضح إنك ماشي خلاص فهمت فهمت على فكرة عمر اسمك ليه معنى ومعنى مهمة كمان فعلا؟ آآ طيب ممكن تفهمني يا عمو عزيز؟ آآ أنا لسه بدور وعم عزيز مش آآ لا مفيش دعا بدور افتح الفارس هتلاقي آآ مكتوب عمر عبدالخطاب صفحة 34 رضي الله عنه وارضاء رضي الله عنه وارضاء على فكرة اسمك ليه كذا معنى كمان؟ طيب ممكن تقول لنا يا عمو عزيز؟ بتعايز تعرف فعلا؟ ياريت على فكرة يا عم عزيز ما يحبش يدي معلومة لحد إلا لو كان هو عاوزها مالكش انت دعوة بالمعلومات قعدت تقول لي عارف معلومات تلات في الآخر بترتب الكنز قصدي الكتب الكتب دي اللي فيها الكنوز طب ممكن تسكت بقى؟ خليني أعرف معنى اسمي من عمو عزيز انت عايز تعرف فعلا؟ ياريت طيب أنا معايا نسخة من الكتاب اللي قدامه ده اسم عمر 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 آآ 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 اسم عمر ده بقى اسم عالم مذكر عربي عشان كده أنا قلتلكوا فتحوا الجزء بتاع عمر بن الخطاب لأن الاسم ده محبوب للمسلمين جدا يعني بيحبوه عشان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه على فكرة الاسم ده مشتق من العمر من العمر طول الحياة يعني عمرك يطول ان شاء الله العمر المديد أهو العمر المديد احنا فعلا بنسمي بالمولود يعني تيمونان بفكرة ان عمره يطول يعني والعمر 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 دي بمعنى زي ما قلنا الحياة أو ما طال منها ها اللي هو نقدر نقول عليها يا عم عزيز أه أبقاه الله و بارك في عمره ايواء بس ده الجزء الأولاني يعني عمره الله عمره الله يعني أبقاه الله وأطال في عمره آآ وممكن نقول عميرة فلان عميرة فلان عميرة أيوة بالكسرة أيوة بالضبط مي من اللي عليها الكسرة اللي هي بمعنى برضو أبقاه الله برافو صح أبقاه الله واسمه عمر ممنوع من الصرف لأنه معدول عن عامر يعني ايه عامر اخرص اه 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 مش عايز تكتبه رأمك عزيز بقش هتعرف اسمك انا كان نفس اكتب بس هو لو يعني يعني ممكن اكتب وردك كل ده كل ده يا عامر عزيز لا 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 مفيش دقاء تكتب ولا حاجة مع الكتاب قدامك هو مكتوب فيه بس انت بصراحة طلع عندك حق في كل حاجة كل حاجة يا عامر عزيز بس ممكن حضرتك تعرفني أكتر عن سيدنا عمر بن الخطاب حاضر يا خالد افتح الكتاب ورأله أول صدر حاضر شفت شفت الأرشيب بيدي لك معلومات أهو ماشي هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ابن نفيل القراشي العدوي رضي الله عنه رضي الله عنه المكنى بأبي حفص وهو مؤسس التقويم الهجري ايه ده ده هو مؤسس التقويم الهجري وفي عهده بلغ الإسلام مبلغا عظيما وقد كان إسلامه بداية لفتح طريق جديد في عبادة الله تعالى جهرا والذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنتوا كده بقى مش محتاجين مساعدتي كل حاجة مكتوبة عبدوك هيا ياه ياه عرفتوا ليه أنا بحب أجي الأرشيف عرفتوا ليه بحب ريحة الورق والكتب والمستندات عرفتوا ليه أنا ببقى عايز أعرف معلومات أكتر أنا نفسي أعرف كل حاجة عن كل حاجة في الأرشيف يعني تقولولي مثلا كل حاجة في الكتب اللي مرصوصة هناك ده فعلا طلع كنز ممكن أعرف كمان الحاجات اللي أنتوا عايزين تقولوها لي اللي أنا مش عارف إيه هي بس لازم هتقولوها لي في يوم من الأيام لأن إحنا مع بعض بقى كتير صح أو الغلط لازم تقرأ يا عمر أنا لازم أقرأ وأقرأ ليه وأنتوا موجودين إيه إيه دا يا عمر لا لازم تقرأ عشان تفهم الإقراءة بتخليك تفهم أكتر صح ممكن أستعيل كتاب من عندكم في المكتبة علشان خاطر أقرأ لا 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 المكتبة كلها تحت عمرك يا عمر إيه يا جماعة قراءة للجميع القراءة للجميع ولا هتسيبونا ضيع إيه؟ إقرأ يا عمر شوف عايز تقرأ في إيه وإقرأ خلصنا ورانا يوم طويل وفيه شغل إرشح لي كتاب إرشح له كتاب يا خالد أنا؟ فرجني بقى انتبقى لك فترة هنا أكيد فهمت آآ.. طبما هبوكر أددلوا كتاب بتاع سيدنا عمر ابن الخطاب يقرأ فيه برافا إقروا إنتم اللي تميل فيه عشان تفهمه ممممممش أزينا خلاص أوعيدك أوعدك يا عم عزيز إن أنا هقرأ الواحدي لأن أنا مش عايز هقرأ معها حكم هو أنا عم عزيز أنا عايز أرى الواحدي شراح أنا نقسم كتاب مصصية يا عرام يابني يابني أنت و هو في كتاب بيتقطع أنا عندي كذا نسخة كل واحد ياخد نسخة ويقرأ منها ونصبوني بقى أشوف شغلي طب مش هتقولي الـ ولا أنت يا خلد هتقولي الـ طب الهش نفسه هيقولي طب خلاص أنا هاخد الكتاب أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه الملقب بالفاروق هو ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين كان ابن الخطاب قاديا خبيرا ملهما حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم محدسون فإن يكن في أمتي فعمر وقد اشتهر رضي الله عنه بعدله وإنصافه بين المسلمين وغير المسلمين وكان ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق لتفريقه بين الحق والباطل حتى أنه وافق حكم الله في القرآن قبل أن ينزل به الوحي في أكثر من مرة هو مؤسس التقويم الهجري وفي عهده بلغ الإسلام مبلغا عظيما وهو الذي فتح القدس وردها لحكم المسلمين